كل هذه الزوارق التي تشاهدون رمت بها العاصفة ليلتها إلى بيوت السكان المجاورين للشاطئ في الصباح الموالي اطمأن السكان على سلامة بيوتهم أولاً ثم حاولوا الاطمئنان على سلامة زوارقهم ثانياً ثم بعد ذلك كان التحدي الآخر هو إعادة هذه الزوارق إلى أماكنها وتلك هي القصة كذلك كان ولا يزال الأمر بالنسبة لسكان أطلانتك سيتي الذين عاشوا مشهداً دراماتيكياً والزوارق تغزو بيوتهم ليلة الإعصار يحاولون الآن جاهدين إعادة الزوارق المتمردة إلى مواقعها الطبيعية الزوارق اندفعت بالكامل بيوت الجيران بعضها دخل غرف النوم والمستودعات وبعضها الآخر أخذ البيوت في طريقه لمسافة بعيدة رغم سنواته الثمانين لا يزال أندريه بنفس الحماسة للحياة هنا يحاول الرجل أن يصارع كل ما دفع به الإعصار إلى داخل بيته لم يعود له مكان للجلوس ولا سرير للنوم عليه ومع ذلك يقول إن صدمة رؤية حاكم الولاي الجمهوري برفقة رئيس بلاده الديمقراطي صدمة أكبر من صدمة الإعصار هذه الصورة صدمتني أكثر من صور الإعصار في حد ذاته روبرت وأخرون من سكان أطلانتك سيتي لا يترددون في التأكيد على جمالية صورة التعاون التي أظهرها الديمقراطيون والجمهوريون في معالجة مخلفات الإعصار هناك الكثير من المشاركات بين الجمهوريين والديمقراطيين لأن الهدف الأخير هو أننا جميعا نعمل لخير أمريكا جمالية الصورة السياسية التي حدثت في هذا الجزء من أطلانتك سيتي لا ترغي الواقع القائم في المدينة والسكان المتضررون يصارعون صدمة فقدان البيوت وكل محتوى في الداخل نعمل كل الذي نستطيع لمساعدة هؤلاء السكان حتى وإن كانت بيوتنا هي أيضا متضررة لا كهرباء في أطلانتك سيتي ولا أفرش للنوم عليها في البيوت لكن هناك حالة حياة لا تغيب عن المكان سكان المدينة يقولون تعالوا بعد أيام وسترون المدينة كما كانت دائما مضيفة ومرحبة بكل زوارها هنا في أطلانتك سيتي هؤلاء المواطنون يتمنون للرئيس تلك العاطفة القوية التي أظهرها مع محنتهم لكنهم في المقابل يتحدثون عن تلك الشراكة التي أعلنت بين رئيس ديمقراطي وحاكم يوجرزي الجمهوري في مشهد أطار تقدير واحترام الأمريكيين حتى لو كان الأمر يحدث أياما فقط قبل موعد انتخابات الرئاسة للعام الحالي رابح فلالي الحرة أطلانتك سيتي ترجمة نانسي قنقر